ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله رسالة مكتوبة تطلب ارسال مبلغ 720 دينار اي ما يعادل 22 الف درهم جت المليون و40 الف ريال لحساب احدى معارفها في المغرب وتجاوبت المعنية بالامر مع الطلب سريع النظر للعلاقة الوطيدة التي تربطها بصاحبة الواتساب مضيفة انها توصلت مع صديقتها لابلاغها بان المبلغ وصل الى حسابها واذ بها تتوصل برسالة اخرى بعد نصف ساعة فقط تطالب بارسال مبلغ 450 دينار كويتي اي ما يعادل 14 الف درهم مليون ونصف وتجاوبت المتحدث مع الرسالة وارسالة المبلغ التاني رغم الشكوك التي ساورتها حيث اتصلت بصديقتها التي صدمت بان الواتساب الخاص بها سرق من قبل نصابين في المغرب وان ذات الرسائل ارسلت لها عبر هاتف صديقتها الى جميع معارفها المسجلين على هاتفها ونشرت مكافحة الجرائم الالكترونية في الكويت منشورا يطالب بضرورة توخي الحذر بسبب تزايد عملية اختراق تطبيق الواتساب نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك اخبار يومية